تحليل البيانات واحد من المجالات اللي رايحها تتأثر كثير بشارتشي بيتي وراح نشوفوا مع تحديث اليوم اللي وصلني اليوم لشارتشي بيتي كيف يمكن أنك تحلل البيانات ولو تكون يعني عندك معرفة جداً سطحية بمجال تحليل البيانات والإحصاء فرح نشوفوا التحديث الجديد بشكل سريع ثم بعد ذلك رح نشوفوا تطبيق عملي على شارتشي بيتي النسخة الجديدة وتشوفوا كيف تجربة المستخدم تتغير وكيف يمكن أن شارتشي بيتي يكون وكأنه محل البيانات شخصي خاص بك يعطيك الكثير من المعلومات والتحليلات الدقيقة جداً فخليك إلى نهاية هذا الفيديو حتى تستفيد أكبر استفادة ممكنة بداية خلونا نشوفوا هذا التحديث اللي كان بتاريخ 16 ماي فالتحديث يتكلم على أنه أصبح لدينا شارتس ديناميكية أيضاً أصبح لدينا إمكانية التفاعل المباشر مع البيانات بحيث ممكن أن نختار أعمدة ونتفاعل معها مباشرة داخل شارتشي بيتي فنقول له مثلاً لخص هذه البيانات أعطيني أكبر قيمة أعطيني أقل قيمة ما الأمر اللي كان مؤثر على هذه البيانات وهكذا فممكن تتفاعل مباشرة وتختار الأعمدة أيضاً إمكانية الأخرى اللي أصبحت متاحة اليوم واللي تساعد كثير هي إمكانية تربطه بالكلاود فممكن تربطه بجوجل درايف أو مايكروسوفت وون درايف وتحمل ملفات مباشرة داخل شارتشي بيتي وتقوم بتحليلها الأمر اللي رح يسهل لك كثير التعامل مع الملفات سواء كنت على الموبايل أو على الحاسوب فنشوفوا مثال عملي ونشوفوا يعني هذه التجربة المستخدم كيف رح تكون لما تتعامل مع بيانات معينة لذلك رح نشوفوا نفس البيانات اللي تعاملنا معها في فيديوهات سابقة لتحليل البيانات فرح نتعاملوا مع هذه القاعدة البيانات لتتكلم على ربط وفهم العلاقة بين مستوى الأباء وبين تحصيل الطلبة في مختلف المود هذه قاعدة البيانات بالمناسبة هي قاعدة إصطناعية أي أنها ليست حقيقية والهدف منها فقط التعلم على القيام بإحصائيات بسيطة حول هذه المهمة فخلنا نروح مع بعض إلى شارد جي بيتي ونشوفوا كيف رح تكون العملية فرح تدخل إلى واجهة شارد جي بيتي رح تلاحظ هذه طبعا الواجهة الجديدة لدي هنا جي بيتي فور أومني اللي هو النموذج الجديد لشارد جي بيتي اللي هو سريع جدا في التعامل ويعطيك تجربة مختلفة عن جي بيتي فور اللي كنت أستعمله من قبل ولكن لاحظت أن السرعة يعني فعلا تفرق كثير فكأنك يعني تتكلم مع شخص وعنده أنترنت سيئة رح تكون التجربة جدا جدا سيئة وتضطر إلى إنهاء المكالمة في أقرب وقت ممكن لكن لما تكون مكالمة جيدة رح تجد راحتك يعني وتتكلم يعني بطريقة جدا سليسة فنفس الشيء بالنسبة لي فلما تكون سرعة كبيرة رح تجد أنه تجربة مختلفة تماما عن أنه لما يكون بطيء فخلونا نشوفه مع بعض كيف يمكن أننا نحمل الملفات رح تلاحظه لما تضغط على هذه العيقونة طبعا هنا أنا أتكلم على النسخة المدفوعة فممكن النسخة المجانية يتأخر هذا التحديث أو قد لا يكون أصلا فهنا لما تعمل ملفات رح ممكن أنك تربطها بوان درايف أو تربطها مباشرة بجوجل درايف فلما تضغط رح تأكل واجهة خاصة بجوجل درايف وتحمل الملفات مباشرة وتوضحها أنا رح فقط أقوم بتحميل هذه قاعدة البيانات هذه هنا فحتى تستطيع تحميلها لازم يكون عندك حساب فقوم فقط بعمل حساب مباشرة وبعد ذلك أحمل البيانات رح يكون ملف عبارة عن ملف إكسل بامتداد سي اس في وبعد ذلك تقوم مباشرة بتحميله رح نحمله وأرجع إليكم بسرعة الملف رح تلاحظوا أنه رح أرسل مباشرة الملف وتشوفوا الواجهة الجديدة تلاحظوا أنه أصبح الجدول يظهر لي بشكل كامل بعد ذلك يقوم هو بتحليل البيانات ولكن المميز مثل ما شفنا في الديمو أنه ممكن تعمل فلما تعمل رح يظهر لك الشاط على جهة وتظهر لك بياناتك على جهة فممكن تختار أي شيء رح تلاحظوا لما أختار أي عمود رح يظهر لي هنا فممكن أختار كم من عمود لما أضغط على شفت وأختار ممكن أختار أكثر من عمود وأطلب أي شيء من شارجي بيتي فهذا هو الأمر المميز فخلونا نعمل مثلا أمر بسيط جدا نقول له مثلا طبعا هذا أمر عام جدا يعني لو تكون تشتغل فيها البحث يعني أكيد أنت تعرف يعني ما الذي تستهدفه بالضبط ولكن نحن نتصرف وكأننا يعني نريد أن نضع ثقة الكل على شارجي بيتي ونرى ما النتيجة التي سيعطيها لنا فنكتب هنا هذا الأمر حتى يكون في أخطاء ملائية ليس هناك أي مشكلة شارجي بيتي يتعامل معها بشكل عادي جدا فرح نرى هنا أعطاني مختلف الأفكار رح نقول له مثلا create these charts فبعد ذلك رح يعطيني مباشرة الشارت الخاصة بهذه البيانات طبعا الأمر سريع جدا والفكرة كيف أنه رح يكتب لك كود بايثون ليتعامل مع هذه البيانات ورح يشغل كود بايثون يعطيك مباشرة النتيجة يعني أنت لست بحاجة لأنك تفهم بايثون أو ما شابه فقط رح تتعامل مباشرة مع البيانات مع الشارت وتعطيله أوامر وتنتظر النتيجة يعني وكأنه عندك محلل بيانات شخصي لديك ويقوم بعمل جدا رائعي يعني من النادر جدا أنه يعطيك أخطاء أن نتعامل معه منذ مدة ويقوم يعني بعمل جدا ممتاز هنا أعطاني الشارت ستلاحظوا أنها تظهر بشكل مباشر فممكن أني أرجع عليها في أي لحظة أعطاني هذه الملفات هنا فممكن أضغط عليها وأشوفها يعني بشكل ممتاز فأعطاني هنا مثلا علاقة الجنس بكل مادة طبعا هذه كل هذه البيانات بيانات مثل ما قدتكم إصطناعية فقط الهدف منها هو أن الطالب يكتسب أو المتعلم يكتسب يعني بعض المهارات ويجرب على داتاسات موجودة فهنا أعطاني مثلا علاقة الأباء بمختلف المواد وهكذا فممكن نشوف كل هذه النتائج ممكن أنك تحملها ببساطة من هنا ولكن الأمر المبيز مثل ما قلت لكم هو أنك ممكن أنك تتفاعل مباشرة خليني أرجع فقط للملف الأول فممكن تقوم بأي عمل فمثلا خلونا نشوفه مثلا أريد أن أعرف كم مثلا من أنثى وكم من ذكر سأختار هنا جندر ونقول له مثلا ويعطيني الآن تحليل فقط خاص بهذا العمود ممكن تختار عمودين وتقول له أعطيني الكوروليشن بينهما فرح يحسب لك الكوروليشن تلاحظوا أنه أعمل لي جدول هنا فيه كل الخصائص الموجودة فأعمل حلل الإناث والذكور وعطالي نتائج الآن أريد أن يكون عبارة عن شارتس نقول له مثلا فالأمر جدا جدا بسيط رح أخليكم تعيشوا التجربة ولا أسرع الفيديو حتى تشوف سرعة الأداء كيف تكون لما يكون عندك اشتراك مدفوع لدى شارتشي بيتي فتلاحظوا هنا لو أضغط هنا رح أجد أن النموذج في الأخير يكتب كود بايثون مثل ما تكلمنا وهذا الكود يقوم بتحليل البيانات هنا أعطاني الشارتس وتلاحظوا أنها مقسمة بالفعل حسب الذكور ونيات حسب العمود الذي طلبت بالضبط طبعا ممكن أنه أيضا يقوم بتحليل ترجمة هذه البيانات فلما تطلب منه أي أمر رح يقوم بالعمل بشكل ممتاز جدا إذا أتمنى كان الفيديو مفيد بالنسبة لكم إذا كان عندكم أي تعليقات أو أي أسئلة خلوهمنا في التعليقات حتى أستطيع الرد عليهم إلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته